هل دا بالنسبة لك علامة ان فريرة بيحضر الفريق ان هو يلعب بتلاتة خاصة مع الغيابات الموجودة في نص الملعب وان هو يعوض الحيطة بتا نص الملعب هل دا بالنسبة لك علامة ان هو هيبدأ موتش الاهلي بتلاتة ورا؟ جايز هو دا مش فول مارك مش علامة كاملة ان هو يلعب بتلاتة لان برضو انت النهاردة غايب الناس الاسمين مش معقولة يلعب النهاردة مادئ بناشي ناحية اليمين والسيرد باكوفيش اللعب غاني وعب شافي اعتقد ان هو بيجرب بيشوف انه زي ما انت بتقولنا لعب السيرد باكين عشان بمطير الفول باكس نخليهم كباك وينج يعني هما الاتنين عشان عندي يلعب تلاتة ورا فعندي استفيد بالباك رايت والباك ليفت انه ما دايما طينوا دايما مهجمين هو فكرة بيجربها وممكن يلعبها وارد لكن اعتقد ان هو يلعب بالطريقة العادية بتاعته 4-2-3-1 اه وباما نمره عشرة قالوا هو التقليد بتاعه وبين شرق وزيزه لما لما يرجع واسيف دين جزير او عمر السعيد ما عرفش ملي جهز فيهم بالنسباله فعطيت هلعب بالطريقة التقليدية بتاعته والنهاردة ممكن يكون الغيابات اه كتير على الاصابات او الناس اللي في المتخب فمحجمها في النهار عب الطرق دي فكرة ممكن يكون بيجربه الله اعلم ايه ليه في دماغه لكن هو فكرة بيلعبه زي ما انتا قلت عب شافي بيقدر ينجح الطريقة دي بالذات يعني المبالي عب الثلاثة ورا لازم استردباك يمين استردباك الشمال كوروتهم كويوسة قدر ازيد من من تحت لان انا لو زيت بالستردباك لازم استردباك اللي في القلب والستردباك التاني يقف والباك ريت والباكين طيرين فاعتقد ان هو فكرة بيجربه لكن اعتقد ان مطش الاهلي هيبقى فيه ريزق من اللعب التالتة وانا ابتشب له كتير هو انا في رأيي برضو يعني اللي هيأثر في القراره بشكل كبير عبدالواحد هو مادة جاهزية عبدالغاني لان عبدالغاني انت عارف النهاردة الصاب لو عبدالغاني مصاب لا يمكن يلعب بتالت طب طب وهتبقى مشكلة كبيرة عايزكوا جماعة شاكولي محمود علاء كده يرجع يلعب اللي ماتش الاهلي هو لا طبيعي انه هو يرجع يلعب لانه لانه شوفو لي يا جماعة ماتشات الكاس هو توقف عنده اقاف مباراة والنهاردة كان فيه ماتش ماتش الزمالك والداخلية ماتش الاهلي يلعب محمود علاء ولا لأ بس الشاكولي اللي هي ماعرفش انت هتعرف حاجة عبدالواحد لا انا معنيش معلوم موضوع محمود علاء اعتقد انه معرفش بقى أن كان مصابل لكن ماعرفش اهو موقوف ماتش لو موقوف ماتش خلاص ماتش داخليها خلاص يرجع انا بقول مهما كان مستوى محمود هو موجود مهم مهم جدا طبعا لو مهم جدا لو محمود علاء حتى لمستوى كان فيضروب بالفترة اللي فاتت لكن هو ما زال لعايد كبير وعلى عايد من مزر انت دربت محمود علاء في ديجلة في الفترة اللي اعنا كنا موجودين فيها في ديجلة ومحمود بدأ كويس جدا مع الفريق يعني في اول موسم واول تمنطاشر شهر مدافع على اعلى مستوى دفاعيا وحلوميا واشتغل يعني. في رأي ايه السبب ان محمود يعني حصل له دروب. والله هو يعني هو بيخطأ اخطاء بتبقى بارزة شوية. يعني اخطاء بتكلف الفريق كتير. ما هو كل سلطة بغير بيخطاها بس لما الخطأ بيتبروز بهدف او بدرب او بنالتي وبتاع فالجمهور بيمانيه اللوت كبير جدا. هو مراكز يعني احس ان هو مراكز جدا مع الجمهور اكتر ما في المالة والفترة دي. الجمهور بيعد يشلم كتير. وهو مرة رد على جمهور. كان في مشكلة بالنسبة له انه رد على جمهور. وقعدوا هما يشتموه وشتيمة برضو ام مش كويسة انا لا اخبالها يعني. في الواف اخر ده لعب نادي زمالك. وفردي جمهور يسنده. لكن انا شاف ان هو حط ودنه مع الجمهور اكتر من اللازم. يعني هو شاغل نفسه بجمهور اكتر من اللازم. محمود زي ما انت قولت لعيب كبير. وراح الزمالك كان نجم نادي وادي دجلة. وانت قلت موجود وكان مطور جدا في مستوى وجود وانت مدير فني في وادي دجلة. والزمالك اشتروه كان نجم. كان استحاق في الواد ده. نورها الزمالك. وهو من المدافعين اللي هدفين يعني. المحمود علاء جاي بجوال كتر زي 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 فاتح الله. اه كسير دباك بيعرف يجيب اهداف يعني. محمود كورته سليمة. بيعرف اطلع بكرة من تحت. ماندوش مشكلة. اللونج باس الطويل بيعرف يعمله بصورة كويسة قوي. اللي هو القطري. بيعرف يوصل كويس. فهو عنده ايجابيات. لكن انا شاف ان هو محطوط على الضغط الجمهور. ولما بيخطأ الخطأ بتاعه متبرو للخطأ بتاعه. بيجي جول لضرب الجزاء. لكن ممكن السير دباك يتطلب منه كورة وعادي. يعني زيميله يغطي يغطي الغلط بتاعه. او يصح الخطأ بتاعه. لكن هو عمل خطأين تلاتة كده مع الجمهور. معلمين مع الجمهور. فالجمهور بدأ يهجمه. فهو بدأ يركز جامد جدا مع الجمهور. فبدأ الدنيا ما باش فيها تركيز كامل يعني.